اشتركوا في القناة 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 رياضي تونسي ودريكت بشعة البلوس والجوبجكتيف المحتوطة لطراج رياضي تونسي ما هذا ما يعنيش يمكن أنا أحمد قال كلمة تتريض كان جيت أذي فانت سيزون بش تبدأ بسيزون ما أنت تعرف الجوبجكتيف بتاع تراجل جايين أنا يلزم مدرب طوماتي كموكي بش يجي في سعي يحط البصمة ويحط الفكر متاعه الموجود يمكن الحاجة دي ما قلت أنا بكري تراجي العائق الوحيدة اللي هي في حرب مع الوقت شو نقول وانتي تعرف فما تتوى متاع الوقف متاع الكيب ناسيونال والجورني في فا نتصور حتى الإدارة والجميع التراجل هذه التونسي ماذا به في الوقف هذه كي يبدأ المدرب موجود بعض القرب وإدارة كيما تراجل هذه التونسي بش تحط بلان A و بلان B وانتصور ما تفوت لفترة هذيك خاصة انو شهر ما زالت عنتي ليقدر مجموعة حتى الشامبيونزليك أنا يعني لاني قلت لك خاتر احبش نقول حقيقة معنا يمكن الشامبيونات دي ما قلوه ومزالت طويلة ومزالت وتوماتيك موبش يصير مرة فوق مرة لوتا وعندك الوقت قلوه نحنا حتى كان ممشيت شي معاك تناجة متحسمي بار كونتر كيبش تدخل اللي بول متاع الشامبيونزليك تقول اللي الغلطة بحسابها اللي قلوه نحنا اللي لماتش بحسابه بار كونتر تاوه اللي موجود في تلاجة هذه التونسي يعني يمكن نتصور الحاجة اللي بها اللي عشتوا في التراجي أحمد والأولاد يعرفوا اللي التراجي كي تغلط متعودش نفس الغلطة كيسوافى لش جيواريت ولا في لزون ترونير نتصور تاوه باللي موجود بالفكر متاع المدرب اللي بش يجيه كيف تلقى مدرب في قيمة التراجي أو في قيمة التراجي؟ كيف تلقى مدرب في قيمة التراجي؟ لا يختبئ؟ كيف تلقى مدرب في قيمة التراجي؟ كريم السؤال، هل سكندر القصري قادر على أنه يعمل كما نقول ثورة تكتيكية في التراجي التونسي؟ هذا سؤال، هل يواصل؟ هل تدنكوه؟ هل تحذر تقريبا عام كامل؟ هل تحذر تقريبا عام كامل؟ هل المدرب عنده الجرأة والقدرة ويكفيه الوقت؟ هل يحاول من فريق تقريبا دفاعي؟ على مدى موسم ونص إلى فريق هجومي؟ يعني أنت بقار جديد؟ لا يجب أن تتحدث عن ثورة والحاجة والأبجيكتيف الذي جاء فيه هو سكندر القصري يعني أنه سكندر القصري وعنده مع جمعات برشة أخرى ونحن نعرف أنه سكندر جاء على أساس مدير فن هذا بالضبط فقط في فترة واجيزة في فترة واجيزة معناها حتى كان وانا كنت عايش وانا كنت عايش ربحنا مات شويت بسكور وعنده الفكرة هوا على تلجية التونسي كما قلت أنت يا أحمد معناها الكريم فقط لهنا حتى كان عملنا نتائج باهية فأنه فكرة مواصلة وظهر لي باش ما نقولوش ضعيفة مايش متروحها بات غدا جاي بش يكون مدير فني مدير فني مدير فني كلمته في انتداب المدرب الجديد هذا؟ ماهو الكريتيري متاع المدرب الجديد؟ مدير فني في تونس مدير فني شبين 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 سؤالي في الموضوع هذا السكندر القصري حسب ما فهمت يقصد المختار هل عنده شخصية لازمة باش يفرض كلمته على الإستار اللي كان يحكى اليوم مختار في الدرجة الرئيسة كما بلايلي وغيرهم بش نبدأ واضحين شوية يمكن نريد لرزلتاء اللي صارت للجدادة التونسي ولو مش كان من المدرب وانا لاحظتوا في المباريات ونعرفوا الكل اللي فهم شوية تكبر من الملاعبية بل المات شوية مم ما معناه التكبر السلام رو الماتش يتربح في تيرا لعنى صامة شوية تكبر من التهرجي مش من عموموش على الناس الكل من بعض الجواريات كي مشكون كالي من نجمش اقول كي مشكون السلام صامة ديكاستيوم نسيتش مثال من نجمش خد فامة سعد رأي سعدكي تبان بي الكورة رو مش المدرب المدرب خدم خدمتو جامعة كاملا نهرت لحد صحيح ثم الليكتور ديوجيم مدرب ثم ديشانجمونه مدرب مي ساعتين انهبت جواري يكون عندي في البنك اسلام كان مشاه بالكده والله تغيير تكتيكيو امتى ويبدأ ساعت من عالش انا يبدأ جواري موجود اعطيني نهبت مش دماركي لا كريم شاسلك تقريبا اراه ما فيماش فيستيار في العالم في اي فريق في العالم يكون فيستيار نظيف نسب فاما مشكل بين المنتدبين وولاد النادي انا مش نحكي نعمة مراه انا مش نحكي نعمة مراه انا ما تنجمش كل لعب انا ما نرتاح معه كريم ما نرتاحش مع اسلامسي موجود راهوا اي فريق في تونس ولا في العالم عنده مشكلة فيستيار لا لا ما عاجش انت نعطيك التاريخ من معلول خد بن يحيا من خالي الشمام الدراجي مجدي التراوي سيف غزيل علي بومنيج الورتين يلا يرحموا دائما فاما كل فيستيار سامحني علي بومنيج الورتين اي شنين ما مجلس فاما مشكل في الفستيار كريم اراو انا عيشتك معه مريتش شايدة صار فاما تلقى ديما كنونات موجودة كماني كي بلاسي ونحن فاما ديما خالي جوب انت عاشت يبارس فترات عاشت الفترات ليحكي عليهم بريسك الكل راي فاما حاجة الناس الكل اللي بيش تدخل خد داما في جامعية اذيك صحيح ولا صحيح ولا تكر خاطر ما ما نحبش والجامعية وما ما ما الكلام هذا ما 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 يكلش معاي خاطر نجم يكون والجامعية ما نيش نعطي انت والجامعية يزم يكون اكزوم بلير للجروب اللي موجود يعنا ديما نحكي الكلوب هذوق ما يقفوا على حتى واحد انا كريم ما 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 تنفيش لي فاما ديما موجود 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 كنتي ما تحملش بلاعب اخر وسحارض عم لعب اخر مشكلتنا في تونس الشي هذا وقتا يبين كي ما تنفيش الريزولتاء على خاطر ساعات الريزولتاء تخبي كل شي كل شي خايب تخبيه الريزولتاء على ساعات الاخسارة تفيد اكثر من الربح نحنا ديما الريزولتاء موجود هذا الكل بش نقول لك جوارات تفرضوا ادارة ودسبلينة متاع ادارة فهمت فاما حاجات موجود رو كلمك وفي العالم الكل انا ديما نقول نجاح اللي هو كي سوات تراجي الكلوب اي اي جامعية راهي باللوم بيونس متاع الفيستيرت كريم شو تدور لي كاعدك يبدو في الفيستيرت او انت يعيش لك صحي انا تراشي في دباع تعمل غايلين ومعز دباع تعمل غايلين ومعز اثر شوية في اله اثر برش مش اي واحد ينجم يكون كادر انا كان اعطيك مثلا مثلا نسل سويل الاكسبيريونس في تونس ما عمر مش عمر شخصية شخصية ثيقتك في نفسك ثم حاجة مهمة وثم حاجة مهمة بركة اليوم ياسين مريح الكابيتان ثم مهمة 5 فايسة اللي كرا مش مش عارين لبس براسار معناها كابيتان ما عندوش الكاريتين بش لعب الدور هاذا مش واحد عندو ياسين عندو انا العشت مع ياسين عندو اما مش واحده اما فم حاجة اللي هي مهمة برش في اللي كادر الي ثيقة اسحابه في هاو هاذي مهمة برش انتي ركة توا ياسين وصل المرحلة قولوا نحنا كابيتان في الكيب ناسيونال وكابيتان في التراجدات التونسي وطاعدة برشة مراحل وطماتيك مورا مرة فوق مرة لوت عندي انا اللاعب الكبير اللي في اللي ماما وفابي اللي يخرج منهم فيش كريم تطرح موضوع اولاد النادي وليروكرو معانته والملاعبين المنتدبين تحسك اولاد النادي تكتلوا مثلا ضد الملاعبين المنتدبين وإلا عادي معانته انتي والملاعبينتي وكافية ما فهماش العقلي هذي في تونسي رو ساعة تسمع كليم يا لما انا نسئل فيك رو ثم كليم يتقال دي ما نقول على ما تقالش هاذي عمناول انا مش نحكي يا رو على التراجي نحكي بصيفة عامة نحكي بصيفة عامة قلنا على التراجي قلنا على تراجي هذي تونسي قلوا على هاذي ما تقالش عمناول ولا الكلوب عمناول تحكم في كل شيء كي تبدأ خسارة ولينا هم ولينا مشكلتنا سيد أحمد وكبيرة برشة وليت فيه تورس ريت كي نخسر مانيش قاعد نفركس على خسرت ولينا نفركس على الاكسترا والله فلان يخزر الفلان وفلان ما صبحش على فلان مش هذيك هراي الكل حتى شعر وولينا نحكيو فيه لانا بالنسبة لي انا في متابعتي الحقيقة انا حتفرجنا في التراجي عم نقول فرجنا في التراجي سنائي بالنسبة لي انا عندي زول فترات للتراجي ما قبل البلايلي وما بعد البلايلي رينا تراجي ما قبل البلايلي جمعية جروب تلعبوا ريناه في الفينال وعلى لغو شاك فيه تهز ما بعد البلايلي رينا جوير وحيد كان ماركة التراجي اتفردت حتى جمهوره وماذا بيه كان البلايلي ماركي ورينا زيد الجوير يلعب في جميع المناطق متاعتينها معناها ما عندوش حتى معناها حتى تفهم أنت كريم مستحيل يكون فيما جوير يرجع للبحث الديفنسير شيخ وكورة ومبعد تلقاه على اليمين ومبعد تلقاه على اللي سار معناها أنا نتمنى تورد تراجي من غير البلايلي البلايلي إكارتي يمشي يخدم على روحه شوية فيزيكي يطايح شوية الميزين حاس مقاره والفنيين وبعد أنا سؤالي فما ممر انتوا قادر يحط البلايلي بالصالير اللي عندو على البنك وهو يستحق يكون على البنك خاتر ديما نرجع كريم نحكي على بلايلي لا لا نحكي على بلايلي نحكي على بلايلي بعيد على التراجي يتفرجنا فيه في بوتورتنا بسيق واحدة يلعب البلايلي كيفاش انتشكور عندك الكريتي في التشكيلة مش نحي البلايلي بنسبة لي يا ما أحمد هنكروش اللي مستويه طاح شوية يليا مؤتي زيدا تلزوا بعد ورعين البلايلي لازمك شوف البلايلي في اللي ترنوا كوب داراب كوب ديوموت رينا البلايلي برا حط البلايلي وقتها و برا شوف البلايلي تاو ووحكم على روحك واحدة بعدنا شوية على الموضوع موضوعنا خطنا كيل جمال بالماضي بسرعة خلنا نعطي الكلمة نستير نحنا ديما ومشكلتنا في جوال اللي جي ولينا نخزروا لهم من كوتيش يخلص ما يخلص البلايلي قيمة ثابتة وكورة ويا من أحسن لزيد رونجي ومن أحسن زيري اللي دخلوا لتولس يمكننا نعيب من حبيش كلمة بسيق واحدة يلعب خطرنا مناس صحيح النفو متاعنا لا 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 بلايلي قليتيك يبدو في الفورم الوحيد اللي يتعدى لك اعطيني واحد جوال في تولس في البوتونة بتاعنا قويف الآن كونتر اه بالنسبة لك انتي كريم بربي نقطة إذا كان تقولي أكثر جوالي يدخل لتولس بالنسبة لهم عبد المومن تجابوا متقوليش كلام ما قلتوش سمعني ممكننا نسمعك أنا بالنسبة لأنا الفترة اللي عادية عبد المومن في الكلوب أفريكان لحقي خمتة عربي يخرج تاح النفو متاعو وما عملناش خممنا بش نرجعوه الخاطر خم فاسا لأنا خطت من أحسن جواليات الزيرية عندك عندي أنا اللي لعبت معهم ولعبت كونتر وعبد المومن تجابوا متاع اللي طوال بونجاح ولي بلايلي نحكي الفترة اللي عاشتها أنا كوراوين في تونس من أحسن ما موجوده ميه زادة انتي لبلايلي سمع مر صحيح ولا انتي تحكي على بلايلي متاع ثلاثة سنية لتالي مش البلايلي متاع تاوي اليوم ثلاثة وثلاثين عام صحيح تقريباً ثلاثين وثلاثين عام خطر عدنا مشكلة زادة نحنا نحب نقاللوا البلايلي متاع دوميل دي زويت شوف اللي جروب اللي كان فيه البلايلي مش نفس اللي جروب يمكن الحاجة اللي جيت عند البلايلي يلزم نتعلم الدفل يمكن هنا نخلط للدين قول كراني عشت معهم اللي يمكن عندي شون سعجتم مع البلايلي مزيك ما عندوش نقولوا نحنا لأكل الاكسبريونس متاع جويل بشي شد لكل قلوب بحقنا نرجعوا الموضوع اللي بدنا منه جمال بالماضي أستاذ نسل كلنا في تباع جمال بالماضي الحاد وحتى في الجزائر تشكلوا من برشة معتا حتى شاء صوروا مشاكل وخاصة مع الصحافة الجزائرية هل البروفيل متاع وينجم ينجح في تونس ما عرف تراجي غياذي التونسي جمال بالماضي ما هوش بشي جيل تراجي غياذي حسب رأي وما ينجم مش ينجح بالتمبيرا الممتاع ومعنتها إليه أمبولسيف وما يردهاش التالي بلغتنا وبالنسبة لي هو صحيح والاخر غالط احنا نشوفوه في تعامله مع الصحافة ما عندوش اكل المارج متاع الطوليرانس ما عندوش ما عندوش عادي جدا يهين ويعايت ويسب ويقوم ويخلي هذين ميمشيش شرتو معا الارمداء اللي موجودة في التراجي وطبيعة الملعبية اللي موجودين ويحت كيمة البلايلي اعتقد انو معاه في الكيب ناسيونال صاروا مشاكل كودير طوا في البلايلي وانت البلايلي يحبوا برش نحكيه جمال بالماضي نحكيه بالماضي كالاستاري ذولي العاش معان في تزير ما نتصورش بشي ناجم يعيش معاستار أكثر من اللي عاش معاهم في تزير نعطيو اكزومبل خليه نحكيك اللي كيب ناسيونال ماهيش ماهيش كيب استاذ هو معاندوش مشاكل معامل لعبية ايه احنا في الكوب دافريكا عاشت معاهم برايسك صحاب برش هو محرز يفدرك معامل 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 احنا نحكيه عليك انو ترجي انت تبدو احنا نقارع في تون اخبار الاهباط البيلغ من الموقع انا 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 بالنسبة لي انا الطمبيرا ممتاعو مايمشيش في كيب تونسية ومع الطمبيرا ممتونسي هذا واحد اثنين الصالير ممتاعو تقريبا ياخو 500-600 مليون في الشهر مانا نتصورش انا بش يهبط للمية وعشرين ولا مية وخمسين مليون مستحي مانتصورش مانتصورش ودايال هو اشوف انت الاتحاد جزيلي عامل لانديا ما تكون مغرية ليه مثلا تشلانج كما هكا حتى يعمل تضحيات مالية لا اقملي نعف جوه واشا عروض من قطر ورفضهم هو في الخطر الفيت لا لا ما نصورش ما نصورش مانتصورش مانتصورش لا او ثم معدها اه مدربين اخرين وما جاوش بشوف ما يخزروا شهكاك يخزر لك بالنسبة ليه مستقبل وقدش بش ياخذ في الكنترات ثم قيمته زادة اليوم يقبل لك كنترات ب120 مليون به وفايل كنترات من بعد دونك نتصوره نتصور انه الاخبار مش صحيح وما نتصورش اللي جمال بالماضي هو واحد من الازوبسيون اللي تخدم عليهم الترجي هو في كل حالات مفات تترجي اي اتفاق وقال صعيب البيس تمتاع و تكون مدودة في تونس احمد كيف كيف زين باور المدرب الألماني اللي كان في رجاء وطورة الوحدة السعودي تقريبا البرح في تصريحاته بعد مقابلة الوحدة كانت انهزمة الوحدة اللي فيها سعد بقير كيف الفريق هذا كانت انهزمة في المقابلة متاح البرح ولكن المدرب في تصريحاته يؤكد انه مازال مواصل مع الفريق ويحكي على البروجيه الجاية ومقابلة الجاية تقريبا حتى البيستير يصعيب او برشا مدرب الممتاز سعودي يخلي دوري كما هكا ويجي لتونس وحتى ماليا وعنده عقد مع فريقه واذا كان ما تردوه شفنا جمعير ترجي اكتسحت الباجم تاع الوحدة معناها حتى من باب الفكاية حبوه يخرج معناها حبو عليه مدرب هذا لكن يبدو لي بيست صعيبة زاد والله نتصور صعيبة برشا اسلام انا ما نعرش الترجي تشبث بفكرة انه يجيب مدرب اجنبي هذا مؤكل مئة بالمئة بشي اجنبي اذا كان انت ملقيتش مدرب اجنبي وفق ليكاليتي اللي انتي حاجتك بها وانسان قادر على انه يحقق لك اللي انتي تحب توصله مع الفريق اما اذا كان مش معنا تراه وليزم القرار هذا يكون لازم مدرب اجنبي علي تنجم تلقى مدرب تونسي مع انت فالابل تلقى مدرب تونسي قادر يدرب الترجري لتونسي ويكون اداها عرقع من اللي كنا نشوف فيها مع المدرب البرتغالي كمشكون عاطينها سيم فما مدربين توينسة موجود يني نجموا يدربوا الترجري في الفاتر اخيرا الكل كان تجربة مع الترجري عرض ترجع النبي المعلول المهين الشعباني عطيني مدرب اترانجي نجح مع الترجري التونسي رغم قيمة الاسماء اللي جت انا احكي لك جوزي انيقو ديمور رايس كرول مدربين اش اسمو اللي اخلا ديوكستان كرول اي كرول منشحوش مع الترجري رغم رغم الاسامي رغم الاسامي ومش بالضرورة انتي لازم معنة حاجة ديو لازم مدرب اجنبي اذا كانت مدرب اجنبي ما تشيش الامور علاش يزم زادة تتأنى وتترايث في اختيار البروفيل اللي يقادر انه يحقق الهداف انتي تسعى لها ام مش لا اجنبي يزم اجنب خاطر الجمهور يحب اجنبي ويزم انتبع الفيسبوك وانترش اذا كان انتي مقتنع كيف كيف فما مدربين عاديدين انا هذوم الاسم اللي استحذر مقدرين يعمل النتائج مع الاسبيرانس مختار حتى سألت احمد شفنا حملة من جمهور ترجم شيت حتى للصفحة الفيسبوك متاع الوحدة فما تعليقات في الباج ينجم يأثر هذه تعليقات متاع جمهور على مدرب في الديسيزيون طيعة ولا صعيب في الجمعيات الكبار يأثر يأثر برشا زاد نحكيك على الوحدة نحكي بصفة عامة يأثر مدرب الوحدة ولا يأثر على مدرب الوحدة لا يأثر على المنزيزيون على الانترونير ينجم يقول لك الجمعيات الحرب للمانيا نحن نحن اخذلي نحن لدينا حاليين في تونس هنا لدينا مشكلة كونه نبدأ نسميه في السميليزيون الترونير الكبار والصالير لا يفوت ال50 مليون تونسية لكن هذه تونسية حتى تونسية تونسية نحن 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 من أجم هذا هذا الترونير المقسم في تروني الوحدة نحن 10 ملا تنجم تروني صالير الترونير للوحدة للمانيا نحن في الممتاز عود يمت حسب تقريب نحن لا فواكات فواسانك. ما ننجمش فواكات فواسانك. أما هو إيراني في جامعية. مثلا نادي الوحدة اللي نادي الوحدة تسمى فريق. عريق في الدورة السعودي. أما هنا نشوفه موش بشي في درجة هذه تونس. علشو كريم. نجح مع رجاء. مم. باهم بعض. شنوهم بعض. باهم بعض الرجاء. بعض بتعوى في الوحدة. ايه نحن انت يهمهم في جنسية اكثر من الكفائية. وانت سفق شر ايه نحن يت أهم في جنسية بان الكفائيه. وانت طوير بهم اليس guardians اخطر زادا سباب. يحبوا يحطوا البرو يحبوا يبعدوا التوينس حقيقة هذي اسلام يحبوا يبعدوا التوينس كريم نعطيك تجربة شخصية بحكم قربيلي مره يقصيت ومشيت للسعودية يعمل قريت غادي إيران لدي ديبلوم عاملوا غادي وشفت برشة حاجات يحبوا يكبروا يحبوا يكبروا الدور السعودي بأسامي أنا جبت ترونجي أنا جبت ألماني أنا جبت فمت بعض على رب تقصد مجد توينس ليه عادي مش يحبوا يكبروا ثم بروجيه يعملوا فيه سعودية ولا يعملوا ذرين البروجيه يعملوا فيه ذرين ذرين المنتخب السعودي وخرج الممرن واحكاه أنا لعبت مع السعودية كريم كريم بطولة فيها كريستيانو فيها أسامي كبار يجب أن يكون لحقيقا النبو من الانترنيري يطلع ليه يعملوا مختار رو مشكلتهم في سعودية يجي نجيب كريستيان نجيب بنزيم النبو من الأجر نضع المدرب اللي هذا ميدرم واحد السعودية 1.5 مليار الداعت toutes من الوحدة من الوحدة لا يوضع علي سمحني بربي لا تعطيش نود واحد لا تعطيش لأسوأ ماذهومة علي؟ بخمفة سلك خاطر انت تعرف السعودية الفديراسيون متاع السعودية هي قاعدة دزم على جرون كلوب ويعاونوا فيهم شي خالص لا كريم سمحني بننسك سوء انت الشيفي اللي اعطاه الاستياذ حاجة كبيرة 15 مليار في العام حاجة كبيرة للوحد حاجة كبيرة حاجة كبيرة نحن مشكلتك منعاش العملة المغربية كون عنده فكر عليها حاجة كون عنده فكرة كيف اشتوالي بالتونسي عملة المغرب دائما المغربي كما نروح دائما المغربي كما نروح لاينا عنا ندخلنا في مواضي لاينا عنا نحسب وكل وعد الرب يزيد واما ممكن مش نرجو للدور السعودي انت تقول لي كريستيانو رونالدو ولا تقول لي بنزيمة اللي جاء سمحني في الليكيب قدمي قدمي ترونجية عندك عندك ثمانية منعاش كانت فرجته في المنتخب السعودي المنتخب البحرية اخيان شيلوتي اكثر اكثر انترونير يخلص في العال كيخراج من بعد شقار ما فهمتك شكريم شنوتو شقار انترونير كيخراج شقار اي شقار قل ما تلموني شينا قل لو بجواريتكم ولموا في دراس اليوم تحكي على منشيني اي لا لا منشيني قلت قلت منشيني اه معناه من اللي لاني في المنتخب السعودي اخراج البراح اقالوه اقدا يخلص سمعت في بالك منعاشا معنا اكثر اكثر انترونير يخلص في العال مم أشقار هم قاعدين يكاوف الأكلوب ويضعف فو من المنتخب يخيل الممرن الفرنساوي اساسموا اللي كانوا عن في كوبديمونت برنار اللي مشيي المنتخب المصير عالى خرج عالى حكيت مشيه المنتخب السيدات فرنسة عليها من طلقة ذا كان يوخت في سعودية ولا برشاف له علي خرج وصارت مشاكل معالفة دراسة على حكاية الحراس قال لنا ملقيت شحارس مرمى في الكوب دي موند ولا في الكاليفيكاسيون بتاع آآ 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 فهمت معنى يريد هو يقوي لك في في الشمبيونة ويجيب لك في كريستيان ويجيب لك في الوياه اما ما شعندك جوارات. صحيح. آآ في النقطة اللي حكي عليها أحمد وستاذ كامير بن خليل يقولوك حتى في التعليقات سيب تعرفوني شوية يا راه. ليه قاعد نشوف العملة المغربية أو ريح. آآ 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 اسباش نقول لك آآ 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 اه بكي في النقطة. ما قيت هاجل طوى. ليه ما الشيفر ما فهمتوش. كالليلا لك تلات. يالبعذ اربعين الفروق ولا ما فهمش نقرام منجمش نقرام. في النقطة اللي أحكي عليها أحمد على المدرب التونسي آآ آآ اللجمهود رافظ انه معاتها فكرة مدرب تونسي طوى في الوقت الحالي للترجي معنى المدرب اذا كامش يجي بش يدخل تحت البرسيون من الأول تيما مرفضوا قبل العدو جيفو البرتغال خلنا أعطيك معلومة مؤكدة من درجة مع أحد مسيري التراجيري أنه النقطة متفاهمين فيها الكل وحكيناها من نوع الإميسيون أنه تم تأني في اختيار المدرب هذي قال هيلي مسؤول في التراجيري يقال لي أن نأخذ نطر طن الوقت جمع عشرة أيام لا، قال باش نأخذ وقتي وباش نأخذ نشوف المدرب الصالح للتراجيري أنا سألتوا سؤال هل كأجنبي أو تونسي؟ قال لي الأجنبي الأجنبي المؤكد الأجنبي لا، أنا أحكي لك شقالي لكن قال لي إذا ملقيناش الأجنبي ما نشبش نقعد في حالة فراخ عن البلان بي كما قال كريم قبليك عن البلان بي ثم زوزوا ثلاثة سميت وينس وهذا معقول جدا لأن التراجيري تقول لك مؤكد ما هيش بش تمشي تجيب نمبرت كي فقط لأنه أجنبي إرضاء عن الجمهور إذا ملقاتش البروفيل اللي هم يحبوا عليه اللي يحبوا عليه لأنه يقول لك كان توا التراجي الرياضي وهذا يحقهم يقول لك كان توا نبني في فريق والبروجي متاعي توا اتجاوزته مش تشامبيونزليغ لأنه تشامبيونزليغ توا تراجي عندها ربعة يقول لك كان البروجي متاعي لأنني أنا طوا نقارع الأهلي مع أنت الأهلي المصري ريفاليتي ريال يلزمني نقارع الأهلي المصري ونولي أنا لو لأني متاعي لأفريق ونقارع الأندية في جنوب أفريقيا والإمكانيات والاعتمادات المالية الكبيرة لذلك هما بالنسبة لهم يقول لك أنا نحب على الانترونير يكون حاجة به يا برشا لكن إذا ملقيتش واضطريت إني باش نتعاقد مع مدرب لبقية الموسم نتعاقد معه كاميل فما حاجة أنا التراجي الجماعية الوحيدة في تونس اللي وقت اللي تتفاوغ مع جوير والانترونير ركتسمع بيت سين دقيق معنى اللي تراها في جريدة هبتتها لا حد شي معنى أنا رايي أمير عبدو اسمعنا بيه أمير عبدو اسمعنا بيه أمير عبدو يتفاوض والغير والتراجي من عادية تتتفاوض في سرية تامة بلاي سلام نقص على السيد مختار أخي خرج معنى بارول من عند مسؤول من التراجيات التونسي لكن لما داي كل قاعد يتقال بخصوص شنو؟ بخصوص المدربين بخصوص أمير عبدو مؤكد المعلوم وليد غرفان خرج ووضح قال رايي والتي جاء نحو تعيين مدرب أجل لكن لا ترشي هذه الامبيانس هي بيدة اللي سبق التعيين كاردوزو مدرب للتراجيات التونسي تقريب نفس الامبيانس ونفس البرسيون ونفس الكلام ونفس الضغوط قالوا لازم التراجيات تجيب مدرب أجنبي وفانت كونت جابت التراجيات التونسي سويت للضغوط هذه كاردوزو وورينا النتيجة ما كانش البروفيل إديال اللي يتماشى معالا ديانة التراجيات التونسي وقيل دعونا نقدمه شوية نمشي ومختار نسلك على أمان الله مميش البالح شوفنا الأعليين على جوائز الاتحاد الفريقي لكورة القدم مميش مرشح الكلفة جوائز في القارة أحسن جاردين في إفريقيا أحسن لاعب شاب وكيف أفضل من ضمن المرشحين القائمة أفضل لاعب ينشط في القارة الإفريقية هل يستحق بعد السيزون الكبير اللي عدها عمناه يستحق قبش نحكي كوتي كلوبيوست نتمنى كوتي كلوبيوست نتمنى عن دي جاردين كي مميش وليت صغير رو صعيف العمورة ذاكة تلقى الشخصية هذيكة والكورة ذوكم اللي نحي فيهم وموجود ويعاية على يسين ويعاية على أي معنية الحقيقة يستحق الجوائز هذوم وأنا مع بارش عبادي اللي يقولوا مستقبل الكاش في تونس أمان الله مميش إلى أن يأتي ما يقارب كما طلعت التراجي أمان الله مميش ومشترون جماعة الكبار ويشترون دي جاردين لكن حاليا رينا رينا جاردين معا والله نحكي بصدق التراجي الأولياد صغير ماذا بي ماذا بينا ينجح لفائدة المنتخب بالعقيقة أنا أنا راه أمان الله مميش مش 3 جوائز حق 5 أو 6 جوائز أولياد صغير أنا مش نحكي على تسعة عشر سنة شرد كاش التراجي ومنع التراجي في برجة ما تشويت ريناهم في الوحد رينا جوائر في الدمي فينال مع السنداوس الحقيقة تقول كيفاش عنده أول عام في الفريق ذكرني في까지 من معزم أنا أنا قنت حاذر في السابت في تلوع معتزم بن شريفية خلو المهزم أول ماتس مع مستير فينار مهزم معنا الحقيقة رينا جوارا ورينا جارديان زيادة نفس بروفيل من ميش يسحق الجوائز هيدا وإن شاء الله مش بروبوزيه إن شاء الله ياخذ واحد منه فنياً أنيل معتها شنو ملكايتين متاع من ميش كمينا عوان برسم كماليك عرلي شبيك حملا قال لنا كنت حاضر في التعراجي ومازومبي كل جمعة يورو تروحوا في حكاية حاضر في اشتابر حاضر وين وانا مشيت مع أصحابي حاضر اشتابر الوقت حاضر اشتابر الوقت حاضر جمعة يورو تروحوا في حكاية مع جمولو كلي خلينا خلي جارب لا وانا مشيت مع أصحابي فرطي مش مع جمولو كلي بش نطم المزين بتسكوبة ملاحظة هاي لا فديتني فنياً كريم شنو ملكايتين متاع مميش أول حاجة يمكن مميش الحاجة اللي بقي فيه ليالا فيالا في السقيق وقال جايف العمور لذيك أنا واحد من الناس نشكر العبد اللي اعطاه فيها الثقة ودزوا قبل الثقة كريم يلعب في سقيه ما تشوفش عاملت له ثقة زايدة معناها خلاته يشد الكوراك فما لازم ما نفصل لك ما نشوفه الهدف اللي غلط فيها في كاليفيكاسيو متاع الكوبدافريك الثقة زايدة هي اللي خلاته يعمل خطأ ذاك ميه انتي تعرف في جامعية دي ما نقوله اه في النبو متاع جامعات الكبار في تونس اللي معظم ما معظم طاول اللي زونترونيول اللي يبنيو في الكورا من تيرو ويزمك تعرف تخارج كورا ميه هنا دي ما نقول قبل هذاك ثم اللي بعضة متاع كاش أي نعرفه بوهش كان ويمكن الأخطاء اللي متعبرش حراس مرمى في تونس ينجم بوه ربحوا الوقت فيه يعطاه اللي اللي قلوا نحن التوصيات اللي يلزم تكون عند حارس مرمى في جامعية كبيرة كما ترجل هذه التونس ومن هذا ما يعنيش اللي مرح ذاك في اسلام اللي راو الأعلام زادا يغلط برفا والأعلام في تونس ذر بارشة جواريت في طلوع متاع كيفيش فسعب يعني الحمد والحق وضي قلتها وتغشوا برشة عطي كريم سمعني هذا مش اعلام هذي جوائز اعطاوه لا لا مش مش بروبوزيت لا 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 خلي كامل لحظة خلي كامل النقطة هذي ماذا معناها؟ معناها اخوي وراو ناجم يكون مش نبدو واضحينا راو ساعات الاعلام ايكس يحبي يطايح يقريك اللي انتي تعرف راو كنا بدو ونحكي والله ما ميش والله نسكول تحكي عليه بالبيه وطماتيك مو فما في العبد فما كان النار جاسية يولي يشوف يروح يولي يحبي يقولوا نحنا لامين يا ميل صحوف العالم الكل اللي تحكي عليه كريم العواثي لامين خان فاسلك عزيز لامين خان فاسلك فالعالم الكل هذا قانون اللعبة معناها انتي عمال نسبوه معناك يا عماتش بيه وقلت سب انتي لامين يا ميل تحكي عليه الناس الكل شوفه انت راجلي داير بيه السيرك اللي في وسطه حاجة اخرى لمين يا ميل حتى حد ما قاله هو اخير من ميسي اللي يحكيوا عليه والله وصلوا مقارنات لا لا ما قالوش لا لا فما 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 مقارنات مع ميسي معناه شكوون اي شكوون اما لا نحكيلك كانت المحيط متاعوا والفريق متاعوا سواء اله البارسة ولا في المنتخب ولا المحيط ما قالوش مميش انا علش قتلك انا هنا مجوم جوان الكريم وعندو الحق في اللي قالو مميش حارس ممتاز برشا ومشروع متاع حارس كبير انا قتلك اللوم على الانطوراج متاعوا مثلا انت تذكر هنا قتلك قتلك ياسين مريحش قاعد يحكي وقت لي يخرج دايور ديكلاراسيون قاعدوا وقت هربع خمسة ديكلاراسيونات تعاودوا احسن حارس في فريقيا احسن هاو عملا غلاط لانو النرجسية ليحكيلك عليا فالانسان رابو دونك يخليو الطفول يخدم على روحه ويقدم واحدة واحدة ويفهموا اللي ما زال قداموا برشا خدم سرعة كلمة ! صرحا جميلة! بفراري بيسكلات ما انجمهاش عايش اخوي تقال فيه بلامين ايمال انتي بلتاو ايمين ايمال سماعني كان واعد اغلط في اسمه بلامين ايمال الشاي اللي تعمله شوف بدنه كيف يولر راجل للي اعرفت كاي انك انسان حطيتو يقرقو فيه معنى يريد يعاملو كل شاي كريم كريم انت عطيت مقارنة انت قلت مميش بو غارديان ونحنا في الكليب عنا غارديان زيدة بو غارديان المغزاوي تعرف ليش جمولو كلي بتويرات في مميش كان يستنى في المغزاوي برو جي مميش هذي الاشكالية اللي انا بالحقيقة ما عرف كاي لا اسمعتك او اذا بو غارديان و اذا بو غارديان و انا نعطيك معلوم ايو عليش مقارنة مانا يطلوع زيدة طلوع المغزاوي هاي طلعت مميش ما هيش موجودة في الكليب ايش طلع هاي طلع الكلوب مغير غارديان خايخة كريم هنكملو الكلوب مغير غارديان تراشي وقتلي مافاميه ذروف خي من هذي اسمعني مافاميهش ذروف خي من هذي و انا حضرت على انا انا حضرت على خالد قايقة برك نحنا انترانيو الستة في المنزة تعرف خالد هو ولده وقتهش يبدأ من ماذي ثلاثة ونص انويع الكور الكل الموجودين خانعتيك معلومات التشجيع من خالد ماانا متصورت ظروف خي من هك ايو كريم جس 30 سيجوند ايو كريم مبركة اسمعني ايش قلت لك ولا اول كليب نشكر ايش كول عطاه الثيقة في مميش بش يشد بيش نمشي وفاس مغزاوي ماتش الويداد لاميكال اللي مش نبدو به السيزن كان هو تيتولير تضرب ليلتر ماتش مازالك رجاعي ترينر ارى مغزاوي ظروف غير الظروف احمد في كلمتين فقاتنيه الجائزة تشوفوا عنده حروف اكثر بش يخوها مميش هنا هو ترشيح مميش ما هوش مفاجئ اعتبارا على انه تقريب في تشامبينز ليغ هو شوبير حارس مرمال ايلي كانوا الافضل ومتاع سنداونز سنداونز يتميز عليهم شوي باللعب الساقين معانتها سويت للتكتيك التلعب سنداونز هو اللي معانتها تروازياماكسيا لكن يجب الزلجاردين الموجودين في افريق يستحق مليش على السيزان اللي عدد في الشامبيز يستحق يستحق جيز المنافسين المنافسين صحيح رحسن غاردين في افريقيا ما نتكلمشوا مرشح ماكش فاهمني ما نتحكي على عامل كريم نحكي على المنافسين اللي معنم ميش اللي هما أنا في تقدير يزوز معنم ميش من عبدالله من عبدالله من عبدالله من ميش بونوا يهرب بهم الكل بونوا حاجة أخرى أي معناتها تقول لي أحسن حارس في المغرب من مغرب رشح ولمحمدي العبل ولمبياد على خاطر بونوا ولا قام أخرى وقلم ما أخو باي نمشي وفاصل الموزيكة وبعد نكمل لقيت محاول حصتنا اليوم